استعراض عسكري ولهجة تتوشح بالتهديد والوعيد خبر اليوم الإدارة الأمريكية تقول إن زمن الصبر الاستراتيجي مع كوريا الشمالية قد وله وفي بقية الخبر قراءة في آفاق التصعيد الحاصل بين بيونج يونج وواشنطن وفيما إذا كانت جولة الصدام هذه مجرد زوبعة في فنجان حالها حال سابقاتها في أزمان إدارات أمريكية خلت أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى بقية خبر جديد معكم أنا سرمدا كرام يتوجه اليوم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى كوريا الجنوبية في جولة آسيوية ستستغرق عشرة أيام تزامنا مع تحرك مجموعات قتالية أمريكية صوب حاملة طائرات ترسو قرب شبه الجزيرة الكورية جولة بنس الأسيوية انطلقت في حين تستعرض بيونج يونج ترسانة أسلحتها العابرة للقارات في عرض عسكري مليء بالرسائل التي يراد لها أن تصل واشنطن التي أعلنت نهاية سياسة الصبر الاستراتيجي مع حكام بيونج يونج احتفاء ضخم بالذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لمؤسس الحكم العسكري في كوريا الشمالية شهدته بيونج يونج من خلال استعراض ترسانتها العسكرية في شوارع المدينة كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية من غواصات من طراز بوكوكسونج اثنين وهو ما أثار قلق جارتها كوريا الجنوبية التي أكدت أن بعض هذه الصواريخ عابر للقارات الاحتفالية جاءت في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حركت مؤخرا قوة بحرية تتضمن حاملة طائرات للتمركز قرب شبه الجزيرة الكورية بشكل فردي بعد أن ترددت الصين في إعطاء جواب حاسم حول مشاركة واشنطن في مناورات عسكرية مع كل من كوريا الجنوبية واليابان أو حتى للضغط على حليفتها التقليدية كوريا الشمالية وبعد تحذير وجهته بيونج يونج من خلال إعلامها للولايات المتحدة بوقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وأنها مستعدة لهجوم نووي عند أول مؤشر عنف أمريكي حسب تعبيرها جاء الرد الأمريكي برغبة دولية للوقوف في وجه أي تحركات محتملة لكوريا الشمالية بالنسبة لكوريا الشمالية نحن نعمل مع شركاء دوليين لتهديئة الوضع لكن في نهاية الأمر لا بد لكوريا الشمالية أن تغير من سلوكها هذا ما تتفق عليه دول المجتمع الدولي التي تعمل معا على حل هذه المسألة لم يتعد الأمر السجال الكلامي حتى اللحظة رغم تصعيد لهجته ما بين الطرفين لكن يبقى السؤال فيما إذا كان سيبقى التصعيد مجرد إبراز موسمي لموقع كل منهما على الخارطة الدولية أم هو إعلان الولايات المتحدة حربا على كوريا الشمالية في ظل محور جديد يمكن أن تتخلى الصين من خلاله عن حليفها التقليدي لتلعب دور الوسيط مع الطرف الأمريكي حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع واشنطن حول هذا ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترال البريطانية كما نرحب بما ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون أهلا بكم معي في هذه الحلقة البداية معك دكتور عمر إرسال الولايات المتحدة حاملات طائرات إلى مقابل شب الجزيرة الكورية ومع كل هذا التوتر وهذه التصريحات هل نحن فعلا أمام دق فعلي لطبول الحرب أم أن الأمر لا يتجاوز مجرد التصعيد الكلامي لا هو أكثر من التصعيد الكلامي بلا شك نرى معدات تتحرك نرى تصريحات نارية متبادلة ربما تذكرنا آخر مرحلة تصعدت فيها الولايات المتحدة مثل هذا مع قوة نووية كان في الستينات في خضم الحرب الباردة في أزمة الصاريخ الكوبية الشهيرة وكان وقتها لديك إلى حد ما قيادات تعقلانية كان جامي كارتر من ناحية الرئيس الأمريكي وكان وقتها كيتا خرشوف كان الزعيم السوفيتي والمحركة والمصاعد الرئيسي كان فيدال كاسترو هو الذي كان يريد التصعيد بشكل خطير في ذنها هذه المرة للأسف لدينا قيادات مختلفة لدينا كيم جونغ أن في ناحية ولدينا رئيس دونالد ترامب من ناحية أخرى ويبدأ أن رجلان لا يعتمدان سياسة التلاجع للخلف يعني موضوعهم يتقدم إلى الأمام بتواصل وحتى الآن فيما يبدو نحن أمام موقف خطير جدا يمكن أن يتصعد يعني ليس هذه هي نهاياته المشكلة هنا أنك أيضا لديك أطراف متعددة تلعب في هذا الإطار لديك من ناحية طبعا أكبر المتضررين لو حدث تصعيد عن ذلك لديك كوريا الجنوبية واليابان لديك الصين في المنتصف يعني هي تعهدت بكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية في الخمسينيات اليابان تقول أنه قد يقصف بالسارين هي اليابان حقيقة في غير التوتر هي يعني قدرتها التقليدية عالية جدا يعني هي تستطيع رد العدوان اليابان ربما لديها قوام جيشها أكثر من ربع مليون مقاتل لديها قدرات اليابان إذا أراد أن تكون قوة نهوية بعد أسبوعين بعد التقديرات تقول أنها تستطيع ذلك يعني أنها تستطيع أنت تنتج سلحنا ويخاص بها في خلال أسابيع ليس أشهر فلديها القدرة على الرد لكن طبعا هي ستتضرر كثيرا في خضم هذه سنعود في تداعيات هذا الموضوع ولكن اسمح لي أن نرحب بما ينظم إلينا من باكين سيد عبد الرحمن سيد محمد الكاتب الصحفي هل بك معنا سيد عبد الرحمن يبدو أن الصين في موقف وساطة لا تحسد عليه ما بين حليفتها كوريا الشمالية وما بين مصالحها الاقتصادية مع واشنطن بالتالي كيف ستوازن علاقاتها مع هذين البلدين في ظل هذا التصعيد بالجعل موقف الصين حبرت عنه ودائما تقول بأنها بما يخص البرنامج النووي في كوريا الشمالية أنها دائما تعارب هذا البرنامج وتعبر عمالك دائما في قرارات نجل تلو الدولي وكل تجربة نووية تقوم بها كوريا الشمالية تلقى إذانا من بكين لكن حاليا حقيقة يأتي هذا التصعيد بعد الزيارة التي يقام بها الرئيس الصين شين جينبين جدا أمريك ومن الأكيد أن الزعيمان تلاحظا على هذا الموضوع في سلال المباحثات وموقف الصين عبر عنه أيضا بوضوء اليوم أمس وزير خارجي الصين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجي الفرنسي حيث اعتبر أن أي عمر عسكري لا حدث يخرجه منه ونفصل وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الخوار هو السبيل الوحيد وأن الطرف الذي يشعله نزاعه بشكل جزيرة الكورية ينبغي أن يتحمل المسؤولية التاريخية ويدفع ضمن ما سيطرة تبع الماركة ويأتي أنه يشير إلى غيرات المتحدة الأمريكية لأنها بعد تصريحات جنال بطاعة سنعود معك أتحول لسيد محمد الشرقوي سيد محمد الشرقوي أيضا للسيد نائب رئيس الأمريكي مايك بينس زيارة تستغرق عشرة أيام إلى رحلة طويلة مقررة لآسيا قد تستغرق عشرة أيام ما دلالة هذه الزيارة وما المغزى منها أعتقد الآن في ظل القلق والأسئلة المفتوحة الآن ماذا سيفعل ترامب وماذا سيفعل رئيس كوريا الشمالية في هذه المرحلة وسط التصعيد العسكري الواضح والميول إلى اتخاذ هذه مثل الإجراءات يبدو أن البيت الأبيض يريد أن يسمع من الصينيين في بيجين الكلمة النهائية كلمة الحسم أين يقفون من هذا التصعيد الأمريكي الكوري الشمالي ولاحظنا أن الرئيس الصيني عندما اجتمع مع الرئيس ترامب في فلوريدا كان موضوع كوريا الشمالية حضراً فهنا الآن يمكن أن نسميه مرحلة التريت الاستراتيجي لعله عسى تستطيع الصين احتواء أو علق الإقناع أو حث المسؤولين في كوريا الشمالية على عدم أي مغامرة عسكرية لأن المشكلة الأساسية الآن التي واجهها العالم هي أن كل من ترامب والرئيس الكوري الشمالي كلاهما يميلان إلى التهور الاستراتيجي أحياناً وربما نوع من التضخم الآن وأعتقد أن المسألة الآن على خلاف ما شاهدناه في أفغانستان وما شاهدناه في سوريا إذا حدث أي إجراء عسكري من قبل الولايات المتحدة لا أحد يقلل من احتمال أن بيونج يانج سوف ترد بالمثل والأكثر من هذا أن كوريا الشمالية استطعت الآن أن تصنع ما يعرف بالوقود الصلب الذي يزيد في قوة حركة الصواريخ والأكثر من هذا هناك أيضاً الصاروخ من طراز كي آن صفر تمانية الذي يبلغ مداه 7500 ميل بمعنى أن كوريا الشمالية تستطيع ليس ضرب اليابان وكوريا الجنوبية فحسب أيضاً الوصول إلى أهداف في كاليفونيا أو في بقية الغرب الأمريكي فالآن الوضع بين احتمالين واردين احتمال تدخل الصين على الخط أو التحول إلى مواجهة شخصية أكثر ما هي خطة استراتيجية مدروسة بين الرئيس ترامب من جهة والرئيس الكوري الشمالي من جهة أخرى في ظل هذا الحديد دكتور عمر هل فعلاً الولايات المتحدة هناك احتمال أن تتخلى عن سياسة ما تسميها الصبر الاستراتيجي ونتوقع أن هناك مواجهة عسكرية هل بفعل هذا الكلام ممكن؟ يعني بسبب يوجد نصق تاريخي يعني وبسبب هذا النصق يوجد احتمال كبير أن الأمور تهدأ يعني النصق التاريخي يقول نظرية الردع المشترك يعني الردع النووي المشترك أنت إذا كانت لديك قوة نووية ففي الأغلب السياسات ستحل عبر المفاوضات من النعمة والتسوية بشكل قاطع فنذكر الدول التي تخلت عن سلاحها النووي أوكرانيا مثلاً أو حتى في الحالة الليبية وفي الحالة العراقية تم غزوها في وقت ما أو تم اقتطاع أجزاء من أراضيها في وقت ما الدول التي يعني ولكن ما يقلق واشنطن الآن هي يعني حاملات الرؤوس النووية التي يصل مداها إلى الولايات المتحدة نعم هذه أكشفري هذه فيها خلاف يعني هو المدى هذه الصواريخ ومدى دقتها يوجد خلاف شديد ما بين الخبراء في هل ما تفرزه أو تنتجه الآلة الإعلامية الكورية الشمالية هل هو مجرد بروباجاندا أم هو يعني صواريخ تهدد حقيقة لكن ما نعلمه يقيناً أن يوجد أكثر من 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ويوجد أكثر من 10 ألف جندي أمريكي في اليابان وفي بعض الجزر القريبة من اليابان وبالتالي الصواريخ القصيرة المدى وهي صواريخ لا خلاف عليها يعني إذا تصل 400 كيلومتر هذه الصواريخ قد تصلهم فهناك خطورة على جنود أمريكيون موجودون في آسيا في شمال شرق آسيا ويوجد تخوف أيضا على حلفاء الولايات المتحدة في النهاية كوريا الجنوبية واليابان هم حلفاء منذ الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة استثمرت فيهم كثيرا وبالتالي لا تريد أن تهدد أمنهم بطريقة أو بأخرى وخاصة إذا كان الذي يهددهم هي قوة نووية وهذه أيضا لا خلاف عليها فأما ستصل أم لا تصل إلى أمريكا هذه عليها علامة استفاهم كبيرة ويوجد أيضا بالإضافة لذلك القوى التقليدية يجب أن لا ننسى أن كوريا الشمالية هي قوة إقليمية تقليدية بمعنى لديها أكثر من مليون جندي وضابط في جيش نظامي لديها هذه دولة 25 مليون لديها قوة احتياط تقترب من الخمسة ملايين يعني تقديرات تقول أنها تقترب من خمسة يعني واحد من كل خمسة أعضاء في جيش الاحتياط فهي إلى حد ما لديها كثير من الجنود سنرى إن كانت الولايات المتحدة تدرك خطورة أي تحرك عسكري ربما ولكن سيد عبد الرحمن في كل العروض العسكرية لبيونج يونج تشهد حضور مسؤول صيني رفيع المستوى إلى هذه العروض العسكرية ولكن ما لاحظنا أن هناك غيابا تاما لأي مسؤول رفيع أو لأي مسؤول صيني في هذه العروض العسكري الذي جرى اليوم هل ترى دلالة في ذلك أن هناك فعلا انزعاج صيني واضح وربما يذهب إلى اصطفاف إلى جانب الموقف الأمريكي بالجعل الصين الآن ليست راضية عن تجارب النووية الكوريا الشمالية وخصوصا ما يشاع حاليا بأن الصين لدينا كوريا الشمالية ربما تقوم بتجارب جديدة بمناسبة تحياء الكرام 150 للاد المؤسس كين إرسان هناك خش في علم لكن حسب ما استبعد جدا عن تحيو الصين دموقفة دلالة التحدي الأمريكية وخير ذلك على ذلك الآن اتصالات مكثبة التي تقوم بها الصين من أجل أن تجد هذه المسألة حاليا وكان هناك مزالا المؤتمر الصحفي يوم عامش والاتصال التي يجراها أيضا وزير الخارجية مع نظيره الروسي أيضا يوم عمس وأكدت بها أن الصين ستعمل جاهدة لتهديئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية وعلى ذلك أيضا الأطراف المعلية لاستناغ الحوار ومنع قيام حرب وفضاء في المنطقة باعتبار أن الجميع سيتبرر من ذلك وأكدت بأن لا غالب ولا مغروف هذا طيب سنرى إن كانت ستنجح في ذلك ولكن سيد محمد الشرقاوي الولايات المتحدة ليست خائفة من مواجهة كوريا الشمالية بمفردها هذه العبارة قالها الرئيس ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي في سياق العبارات الهجومية التي تدع الحسابات الاستراتيجية جانبا بالتالي هل بالفعل في مرحلة ترامب أو في عهد ترامب سيختلف الأمر عن سابقيه من رؤساء الإدارات الأمريكية فيما يخص هذا الملف أعتقد أن الفرق بين حقب ترامب وحقب سابقيه هو أن ترامب أكثر الرؤساء دعوة إلى الارتجالية وإلى ما يعتبره وتمرد على المؤسسة العسكرية سواء كانت حسب أعراف البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية أو حسب القواعد وطريقة التعامل مع الأنزمات الدولية من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس لكن السؤال الذي يبغي أن نهتم به الآن هو أن الموقف الأمريكي إزاء كوريا الشمالية يتوقف على جدلية مفتوحة الآن ما بين الرئيس ترامب في البيت الأبيض ووزارة الدفاع ورأي الخبراء العسكريين وأصحاب الاستراتيجيات وأيضا ما يمكن أن نعتبره المؤسسة الجمهورية في مجلس الشوق فلا ينبغي التصرع أو حتى الاجتهاد بأن القرار هو قرار في يد ترامب وحده ولاحظنا أنه عندما سئل عن قرار استخدام أم القنابل في أفغانستان بدأ أنه لم يكن هو الذي رخص بذلك فأعتقد الآن أن الصورة لا زالت ضبابية إلى حد ما بانتظار معرفة الرد الصيني أولا وأيضا طبيعة السلوك الذي ستقدم عليه كوريا الشمالية في المستقبل الغالي لا شك أننا سوف نعيش على وطيرة الحيرة أحيانا لأن ترامب أساسا يعتمد فلسفة سياسية مقفلة بمعنى أنه كما يقول المتال إنجليزي يحافظ على أوراقه إلى صدره ولا يريد أن يكشف حتى لأنه من ناحية يفتقر إلى الاستراتيجية ومن ناحية أخرى هو يلوح بأنه يريد أن يفاجئ العام الخارج حدود القلق الأمريكي أين تكمن؟ كوريا الشمالية لديها برنامج نووي لديها رؤوس نووية ما هو حدود القلق الأمريكي من هذا الموضوع؟ القلق أعتقد له عدة واجهات هناك من ناحية استخدام أسلحة حسب التطور الكوري الشمالي في ضرب سواء كانت القاعدة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية أو ضرب سيول أو حتى توكيو فالمسألة فيها الأكثر من بعد من حيث استهدام من ناحية أخرى هناك الاعتبار ربما الشخصي أو الرمزي أن هناك رئيس في كوريا الشمالية يستطيع أن يتجاوز أو أن يفحم الرأي العام وأن ربما يتحدى الرئيس ترامب فللأسف المسألة الآن هي أن هناك إطناب في هذه الرمزية وأيضا تركيبة الرجلين يعني أوي أونغ وبودن ليس ممن يخططون بشكل مطريت ويمعينون النظر هم أحيانا ينحرفون أو ينفاعلون قضية الانفعال هذا أعتقد هي مكمن القلق الحالي في الولايات المتحدة لأن بدأ وأن ترامب من خلال ما فعله في مطار الشعيرات وما فعله في شمال أفغانستان أحيانا ربما قد يتصرع أو يغامر بمثل هذه الأعمال والمشكلة الآن هي ليست فقط في إرسال أو توجيه ضربة عسكرية في اتجاه واحد لكن ما قد يأتي في الاتجاه الآخر طيب دكتور أمر استمعت إلى هذا الكلام يعني بالتالي هل ترى كوريا الشمالية أن الطريقة الوحيدة لمنع أمريكا من شن هجوم عليها هو بتطويرها البرنامج النووي بشكل أكثر وأن تذهب إلى الأمام في هذا الموضوع كيف نفهم هذا التصعيد في الكلام لا هي طورته وهو جاهز هو السؤال الوحيد لبقاء هذا النظام أنها طورت البرنامج النووي هو للأسف حما نظام استبدالي وحشي وما به من الأفاد لكنه حماه فالاستراتيجية كانت سليمة من هذا المنطق لكن المشكلة الآن أنه لا يستخدم هذه القوى النووية بشكل دفاعي هو الآن يستخدمها تقريبا بشكل استباقي لا يهدد بها بشكل استباقي نعم يهدد بشكل استباقي ويهدد جيران كوريا الجنوبية اليابان ويهدد أمريكا الآن وحتى حليفه الآن هو في حالة تصعيد مع حليفه الرئيسي مع الصين التي دخلت معه حرب ولكن ما أشار له سيد محمد الشرقاوي أن الضربة الآن ربما تحتمل الفعل ورد الفعل بالتالي هل تدرك الولايات المتحدة حج المخاطر في حال كان هناك رد فعل كوريا الشمالي هي تقول هو رد فعل سيكون مزلزل وقوي نعم وهذه الاشكالية الحقيقة الواضحة أمامنا أن ترامب لا يتردد في استخدام القوة بمعنى أنه استخدمها في سوريا استخدمها مؤخرا في أفغانستان وهو لا يتردد فيها هل هذا مجرد تكتيك مفضل لديه استخدام القوة ليثبت أنه زعيم قوي ربما يحشد الكثير من المناصرين والمعجبين حوله أم هي استراتيجية حقيقة لأنه يريد أن يصل لهدف أكبر من ذلك وهو ربما وقت بعض خصومي أو حل بعض المشكلات على فترة طويلة أنا غير واضح بالنسبة لي هل هي استراتيجية أم تكتيك لكن حتى الآن الواضح أنه يعني يفضل استخدام القوة لحل بعض المشكلات السياسية لكن في الحالة الكورية الفرق ما بينه وبين جيش مهتر كجيش بشر مثلا أنها قوة نووية يعني رسال صواريخ إلى سوريا 59 صاروخا وأيضا ضرب أفغانستان بقنبلة ضخمة هل هذه مقدمات لما قد يفعله في كوريا أنا أظن حتى الآن هي مجرد رسائل كوريا وضعها مختلف للأسباب التي ذكرتها وللسبب الواضح أنها قوة نووية تستطيع أن تهدد جيران وجيران يوجد فيهم تواجد أمريكي كثيف تواجد أمريكي عسكري كثيف في كل من كوريا الجنوبية واليانية سيد عبد الرحمن الآن لو قطعت الصين مساعداتها إلى كوريا الشمالية وهي حلقة الوصل الوحيدة بالنسبة لكوريا الشمالية وهي بدأت بالفعل بعدة إجراءات اقتصادية بالتالي هل يمكن لهذا النظام في كوريا الشمالية أن يصمد إذا ما فقد حليفته الصين حقيقة أعتقد بأن كوريا الشمالية أنها قد هذه المرة قد لا تغامر بإجراء تجارب نووية جديدة لا أظن ذلك خصوصا بأن الصين الآن قدمت التحليل لحام إجراء منه لهذا وأنها ستقف لها بالنسبة لها فعلى تالي استبعي ذلك لكن أيضاً الصين دعت الأطراف الأخرى أيضاً إلى أيضاً سبق لها طاحت في الشهر الماضي مقترحاً لتجنب الاستدار يتعلق بأن تعلق كوريا الشمالية برنامج النووي مقابل وقت المناورات والتحركات التي تجنع لها المتحدثة في الجارة الجانبية بكين تعارب نشر منظومة الصواريخ وهو منظومة الساد زرع الصواريخ الأمريكية وتعتبره خطراً على المنطقة وعلى الأمن الاستراتيجي لها أيضاً بأن هناك أيضاً هذه المسألة أصدرين بالنسبة بالنسبة لها أمر مهم لوقف نظر هذه الصواريخ ورقة كوريا الشمالية مهمة جداً واضح هذا النوع من المزارة نعم سيد محمد الشرقوي الآن إذا ما فشلت الصين في ضبط برنامج جارتها النووية كوريا الشمالية ما هي الخيارات بيد الولايات المتحدة الآن هل الأمر سينتهي بتجديد عقوبات وينتهي الأمر أم نتوقع الأكثر ما أعتقد أن مسألة العقوبات ربما أصبحت عقيمة لأنه على الرغم من عدة مراحل في استخدام هذا الأسلوب إلا أن النظام الكوري الشمالي وليس الشعب الكوري الشمالي استطاع أن يجد البدائل واستطاع أن يطور البرنامج النووي أعتقد أن هناك الآن جدية في الموقف الصيني بعدم تشجيع الكوريين الشماليين في المضي قدماً في هذا التصعيد العسكري لكن أعتقد أن هذه مسألة نسبية وينبغي أن نهتم إلى شخصية أخرى تظل خارج الصورة الآن يعني الصورة متركبة من رئيس كوري شمالي غاضب حانق على الولايات المتحدة يريد أن يعزز القومية الكورية الشمالية ورئيس أمريكي جديد على السياسة مغامر رجل يعني يعلن الحرب هو يأكل حلوة الشوكولاتة ماذا لو أكل شطة ربما سينهي العالم الشخصية هذه الغائبة عن الصورة هي شخصية الجنرال جون ماتيس وزير الدفاع الأمريكي أعتقد أن الميزان الاستراتيجي سيتحدد بما سيفرضه هذا الشخص عندما ندخل في الساعة الحادي عشر أو مرحلة التصعيد النهائي لأن الآن نلاحظ أن ترامب عندما يفاخر بأنه استخدم أم القنابل وهي أكبر قنبولة غير نووية يعني أننا وصلنا إلى الحد الأعلى من الأسلحة التقليدية ما تبقى هو المرحلة الجديدة هي مرحلة النووية وهنا أعتقد أن المخططين في البنتاجون الآن لا يشربون قوتهم بكل راحة بل لهم عدة ظروف القلق لأن ترامب ومستجري في البيت الأبد خصوصا من المحافظين التقليديين وليس اليمينيين المتطرفين يعني ليس جماعة بانن أو جماعة من المحافظين التقليديين مثل سيناتور ترامب وهؤلاء يمعنون في تشجيع على استخدام القوة لكن القوة في واشنطن قد تعود بردة تفاعل من بيونج يانج وهنا ينبغي أن يكون للجنرال ماتس وللبنتاجون الكلمة العليا وإلا ربما سندخل في مرحلة يعني مظلمة الصورة جدا شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد محمد الشرقوي أستاذ تسويت النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون وفي الأستوديو أيضا شكرا لك دكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترال بريطانية ومن بكين كان معنا عبر الهاتف سيد عبد الرحمن سيدي محمد الكاتب الصحفي شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء في بقية خبر جديد